خلال اجتماعه مع اللجنة الفرعية للإغاثة دعا محافظ اللاذقية براهيم خضر السالم إلى العمل المتكامل واعتماد الوضوح والنزاهة لتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة المحتاجين منهم السالم لفتا إلى أن العمل المؤسستي هو أساس النجاح في أي مجال وشدد على زيادة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحة داعيا إلى إشراك المجتمع الأهلي في عملية تقديم الخدمات في المناطق المستهدفة هناك عدة مشاريع يتقيد التنفيذ حاليا في 2017 سيتم لاحظ أكبر عدد ممكن نركز في كافة مشاريعنا كمديري الزراعة أو لإعادة مهود بقطاع الزراعة من خلال تأمين مستلزمات هذا القطاع سواء من حيث الحقيبة الحقنية سواء من حيث المعدات الزراعية سواء من حيث البزار والخضار والخضار بزار الخضار إضافة إلى توزيع عدد كبير من الشتؤون إضافة إلى مستلزمات البيوت البلاستيكية ناقشنا الملفات متعلقة بهذا الموضوع يعني عندي مشاريع أنا مع مؤسسة مياه ومشاريع بترميم المنازل كل هذه المشاريع نحن عام نحاول ندخل على منطقة نعيد تأهيلها بشكل متكامل نناقش المشاكل بحيث أنه نوصل لنتيجة مرضية بهذه المناطق التي يعاد تأهيلها أعضاء اللجنة عرضوا تقرير عملهم في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الصحة وتأمين الكهرباء لمحطات ضخ المياه وآلية توزيع السلات الغذائية وغيرها من المشاريع تنفيذ المشاريع الخدمية والاهتمام بعملية الإصلاح البيئي وضرورة تحديث منهجية العمل بما يتلاءم مع الظروف كانت وستبقى موضوع اهتمام المحافظة في خطوة دائمة لتأمين كافة متطلبات المواطنين ترجمة نانسي قنقر